اشتركوا في القناة 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 لاحظوا بنشر التعليق الآن لاحظوا الصورة اللي بتطلع في التعليق طلعت الصورة نفسها اللينا سوينا طيب الحين راح أطلل لكم كيف تضيف أكثر من بريد وكيف بتكون شكلها وكيف تغير من الكل بريد صورة إلى آخر طبعا بدخل إلى حساب القديم في الخدمة اللي فيه مختلف حسابات البريدية طبعا إذا دخلنا لاحظوا هنا فيه أربع حسابات لي من البريد وتقدر تخلي لكل بريد صورة لاحظ هنا هذه الصور على مدار استخدام هذه الخدمة من أول ما استخدمتها إلى الآن كيف نغير صورة البريد هذا نضغط الخيار التالي يقول لك هل أنت متأكد؟ نعم تطلع الصورة الافتراضية لأننا حذفناها طبعا تحدد على البريد نفسه من نفس الصفحة تضغط هذه الصورة مثلا يقول لك تبيها متأكد؟ نقول إيه لاحظوا غيرها الصورة للصورة التالية طبعا بنرجحها نفس الصورة يعني عشان ترسخ في الدهن طيب كيف نحذف الصور؟ عادي تمر على أي صورة مثلا هذه بما أنها متكره نحذفها خلاص لاحظ تم حذف الصورة طيب خلونا نشوف بنضيف هذا البريد هذا البريد مقال آخر عشان يعني ترسخ الصورة نروح نضيف رد آخر مدونة مشعل والله يعطيه العافية فلاحظ الآن هذا البريد اللي بني تنده يعطيك العافية أخوي نشعل برنامج جدا رائع بشلس مع الآيفون وأعتمد عليه مع ملفات بي دي اف بالتوفيق لاحظوا نضيف التعليق إذا أضفنا التعليق وش بيظهر لنا الصورة؟ الصورة المرتبطة اللي في البريد نفسه لاحظوا هذه الصورة إن شاء الله يكون الشرح بسيط وسهل للجميع وإن شاء الله يكون الجميع يفهموا وش المفيد من خدمة غرافة تار يلا يعطيكم العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر